شخصيات الدينية والناس كلها طبعا بتعلم الكلام ده وتعلم أنا بتكلم عن مين قال لك أنا ما عرفكش أنا لا شيخك ولا ليه علاقة بالدين أنا راجل ما ليش علاقة شوف بتاخد معلومتك من مين وتاخد المعلومة من واحد واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما قلبك يطم عشان هم أصلي كمان كتر الفتاوة كان بيعمل تشتيت للناس ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة ده بيقولك دي مقبولة وده بيقولك دي مولانا جايب معلومتك منين بتفتي للناس على أي أساس قال لك أنا ما بفتيش أنا ما ليش علاقة بيخلع ما هي دي المشكلة حكم عقلك إعمال العقل اللي احنا بنتكلم فيه انت بني آدم ربنا بكرمك بزينة العقل وبعدين يعشان لازم ما تسلمش دماغك ده اللي احنا بنتكلم فيه في نقطة كمان مهمة بسبب زيادة الزواج العرفي اللي هو ايه ارتفاع تكاليف الجواز ده على فكرة من أهم الأسباب زيادة الزواج العرفي وأسباب زيادة العنوسة واخد بالك يعني من الاثنين عام المشاكل وأسباب زيادة نسبة الطلاق اللي هنكلم عليها الأسبوع الجاي هتدفع إيه ولا إيه ولا تجيب إيه طيب ما أنا أقول للبنت برضو إن اللي بيجي ببلاش بيروح ببلاش ما هو ما بيفكرهش كده في الأول لا هو هيشوفك مفروض تتعززي وتكوني غالية انت خلاص فقدت القيمة دي بفكرة الزواج العرفي هم معتقدين إن ده زواج كويس وده زواج حلال وبه وي لآخره فهنعيش فيه فبياخدوه في الأول كده ما بيعرفوش توافعه إيه ولا مشاكله إيه إلا بعد ما بيتجوزه ما بنقولش مش عايز أقول بعد ما بيتجوزه وبعد ما بيعودوا مع بعض يعني واخد باك لأنه ده ما بيعتبرش جواز لأنه لو الجواز كده لازم يبقى فيه ربط ما بين طيب هل حقك مصام مكتوب؟ حقك ما فيش حقوق يعني لو حصل عندي مشكلة لقدر الله وما فيش بيت بياخله من المشاكل كل سالون طيب لو حصلت مشكلة لا ميه اللي هيجيب لك حقك يا باشا ده ورقتين بيتقطع انت اللي انفرطة في حقك من البداية يا باشا ده ورقتين صغارين بيتقطع أيها فأنت ما تجيش تتكلمي حقوق بعد كده لا ما فيش حقوق وهو أصلا بيبقى معروف كده هتتجوز عرفي هي ملاش حقوق ولا ليها نفقة ولا ليها متعة ولا ليها حاج وعندك كمان المشكلة الأساسية إثبات النسب بوفوا تخلفه ورد وقطع الورقتين هم ورقتين طب بوفوا هتعمل ايه خدش بقى المحكمة وعود لك سنتين ثلاثة وإثبات نسب بصي كلمة إثبات نسب دي بتخلي واحد جسمه أشعر الواحد يعني الولد ما هواش عارف أبوه من أمو دي مصيبة دي كارسة احنا بنكلف فيها يا شامعة معروف لا ده انت بتقطعي شوت عشان تثبتي للناس والأهلك ان انت شخصية احترمة سوية ومشي كويس دي أبوه دي جريمة جواك حد ذاتها دي حاجة مؤذية نفسية أنا بقولك الواحد جسمه أشعر لما يكلم إثبات نسب وصلنا للمرحلة دي ان أولادنا عايزين نسبة نسبهم يا رب سلم احنا والله يا سيد محمد اهو بين دردش دردش عادية وانت بتتكلم طبعا من خلال أرقام انتوا بتتعملوا بيها طبعا في الشركة وده رصد مجتمعي مهم ده احنا بننور للناس على المشكلة ويا رب ان احنا نكون جزء من الحل ان ما كانش بالفعل يكون حتى بالنصيحة